ليس في السعودية حركة سياسية يمكن أن تمارس عليه ضغوطا ثانيا العالم راض عنه هل ترين أي شخص في الولايات المتحدة باستثناء بيرني ساندرز يدعو لممارسة ضغوطا عن محمد بن سلمان؟ أنا واثق من أن واشنطن لن تمارس عليه ضغوطا إلا إذا حدثت أزمة حقيقية في السعودية لم يكن جمال يدرك أن الأزمة قادمة لا محالة ولم يكن يعلم أنه هو من سيفجرها وبأن حياته هي الثمن والدي رحمه الله أحمد خاشقجي لا تملك إلا أن تحبه وقد أحبه العالم أكثر بعد أن غضر به ميزته ابتسامته حتى في وجه من يختلفون معه وميزه أكثر تواضعه ودماثة خلقه بشهادة من عرفوه يقولون إنه ما كان يتسرع في إطلاق أحكام جاهزة على أي كان وتجل ذلك في رفضه سياسة الإقصاء هذا السعودي المحب لوطنه الذي لم يرده دولة فاشلة ظل أيضا ناصحا لسلطاته التي لم يسئ به الظن حتى آخر اللحظات التي سبقت دخوله إلى القنصلية حيث حتفه بحرقة سيبكيه كل من فقدوا فيه الإنسان قبل المثقف والصحفي تذكر زميلته في الواشنطن بوست كارين عطية سعادته بالكتابة في الصحيفة وحماسته لإنشاء قسم باللغة العربية فيها لكنها تذكر أيضا مدى حزن جمال لمنع سلطات بلاده أفراد أسرته من السفر تركهم لأنه في منفاه الاختياري كان بوسعه أن يتحدث بعيدا عن الضغوط في الديار كي يصمت وكما أن رؤى جمال خاشقج الشجاعة التي كان يعبر عنها على أكثر من منصة تنشد الأفضل للمملكة أسرته الكبيرة فإن ذا القلب الكبير كما يصفه من عرفه عن قرب كان يتمنى مثلنا جميعا الأفضل لأسرته الصغيرة أستطيع أن أمضي حياتي مستريحا هنا الواحد حريص على أولاده وعلى أحفاده الذي يتمنى لهم حياته الأفضل في المستقبل تجربة الزواج الجديدة التي كان يعد لها مع خطيبته خديجة جنكيز هونت عليه محنة المنفى وأشعرت أصدقاء جمال من فرط سعادته بأنه عاد شابا مقبلا على الحياة فقدت فيه خديجة الخطيب فثكلت قبل الزواج وفقد فيه سواها طيبة الإنسان وشجاعة الصحفي المنافح عن الكلمة الحرة في آخر مقالته التي نشرت بعد مقتله كتب جمال أن حرية التعبير هي أمس ما يحتاجه العالم العربي وأمام أحد آخر المنتديات التي حضرها كان جمال خاشقجي يكرر ينبغي أن يكون شعارنا من الآن فصاعدا الديمقراطية هي الحل فبغيرها ستنحدر بلداننا إلى عصور طويلة من الظلام تلك فلسفته التي لم تجعل منه معارضا فذاك وصف يمقته بل ناقدا ناصحا في لباقة واتزان لكن مع ولي العهد الشاب لم تكن المهمة يسيرة وذاك ما أشار إليه جمال خاشقجي في جزء من مقابلته مع نيوزويك لم تنشره المجلة الأمريكية إذ ذاك خشية على سلامته ليس في السعودية حركة سياسية يمكن أن تمارس عليه ضغوطا ثانيا العالم راض عنه هل ترين أي شخص في الولايات المتحدة باستثناء بيرني ساندرز يدعو لممارسة ضغوطا عن محمد بن سلمان أنا واثق من أن واشنطن لن تمارس عليه ضغوطا إلا إذا حدثت أزمة حقيقية في السعودية لم يكن جمال يدرك أن الأزمة قادمة لا محالة ولم يكن يعلم أنه هو من سيفجرها وبأن حياته هي الثمن